يعني الواحد حتى الناس اللي ما تفرجتش على الجيل بتاعهم دايماً بيسمعوا أسماء كده كابتن ربي عسين من أبرز الأسماء دي ونادراً ما تلاقي حد باك أو في الخطوط الخافية ياخد أحسن لعب دي من الحاجات النوادر يعني الحمد لله فكلمني بقى كابتن عن شهر رمضان وإنت العيب المطشات المهمة اللي لعبتوها في شهر رمضان كانت إيه؟ البطولات اللي خدتوها في شهر رمضان أنت كان استعداداتك للمطشات مثلاً وإنت صايم كنت تتعمل إيه وإنت صايم في الملعب؟ هل في حد أجبارك برضو أنا أسف عبد الرحمن هل في حد أجبارك أن أنت تفتر قبل كده؟ يعني إحنا كان عندنا لسه كنت بتكلم في الجزء لا ما أجبرناش ولكن وجاء فتوى بين الصفر فتوة الصفر فتوة الصفر وليست المباراة وبالتالي فتوة الصفر كان لك ثلاثة يام أعتقد ساعتها أو أربعة يام قالوا أن فيه ثلاثة يام أو أربعة يام تستطيع أن أنت طالما بره بلدك لمدة ثلاثة يام؟ ده قصر الصلاة قصر الصلاة إنما الصفر فأي صفر؟ أي صفر تكمل؟ قالت لك من كان منكم مريضاً أو على السفر بالزبط كانت هذه هي الفتوة كانت هذه هي الفتوة برخصة للصفر ولكن أنا قلت الوازع الديني كان بيخلينا ما نفترش هل حد أنا بكلم على الجيل بتاعي لأننا كنا موجودين هل حد قبل كده بمكمل سؤول عبد الرحمن أكبر حضرتك لازم تفتر يا كابتر ربيع؟ لا هو حضرتك اللي كان بيقول أن أنت على سفر كان فيك بار بس ما كانش يعني أنا كنت بصوم الحمد لله بلعب ونصايم أوكي كل ماتشات بفضل الله تعالى كلها بفضل الله تعالى كنت بلعب ونصايم حتى كنا بلعب الساعة اثنين الظهر في أوقات كتيرة جداً كان كل الدور الأفريكيان ما فيهاش أهواء كشفها كان كل الدور الأفريكيان ما فيهاش حد كان عنده نور تقريباً يعني ده فيه ماتش مشهور في السوزلندا لعبت ونصايم سيبنا أربعة سفر لعبنا ساعة ثلاثة الظهر وفيه ماتشات في كاس مصر هنا في مصر لعبناها الظهر في رمضان اللي غريب ماتش الزمالي كان جبت فيه جول لعبنا تقريباً الترسانة مالكة في عزه الظهر ما كانت واش ساعة ثلاثة الظهر ما كانش فيه إضاءة يعني كانت الدنيا لسه ماتشات أولائي جداً لما تلعب بالليل أفريقيا إنها ماتشاتة كلها في رمضان كانت في عزه والتمرين التمرين كان كله بالنهار برضو تمرين كله بالنهار لا والله لما كانت متعود كان حالة تعود أه يعني أخذ بالك ما طبعاً سواء ده مش صحة كنت معلش لا مع التطوير بها واخذ بالك ومعه ومع حاجات كدير جداً هو الصحي إنك انت تعمل الصحة أنا شايف إن ماتشات بالليل وبعد الصنة تتعيش وبعد التراويح لأ كنت أملك القرار بعد التراويح صح خلاص التراويح إلعب المراه لا شيء هارس خلاص خاصة الأمور تغيرت دلوقتي دلوقتي الأمور أحسن طبعاً وبالليل وماتشات لأكدنا عانينا في أفرقيا عانينا في الصفر عانينا في الماتشات هناك عانينا في الأجواء وفي الوتوبة وفي التلكسوجين عانينا بحاجات كثيرة جداً لأكد ربنا كان بيقوينا كنت دايماً يعني بنعافر وبنحاول وبنأمن نفسنا وأخذ اللعيبة تعالوا وما فيش مشكلة نعمل بال للوصفة متاعتنا متاع إيش رباة إيه وعمل إيه وقامل نفسك بالليل في الصحور عشان تبقى زي الوحش بالنهار وكانوا فعلا بنعملها بنعمل لهم وصفة جميلة جداً إيه الوصفة الوصفة طبعاً لابن ببلح بعسل واخد بالك بشوب كبير كده ومن ننظمه واخد بالك بالبلح دا على الصحور على الصحور البلح والبن والعسل كلها بقى طاقة كلها الينرجين وتعالوا والدنيا وكنا بناخد البعض فلاقز المعسكرات كمان كنا ما بنروح ألمانيا كنا بنعاني لأن ألمانيا الفطار فيها متأخر قوي المغرب كان متأخر فيها وكنا بنعاني أنا في روسيا في آخر مرة في كاس العالم الفين وتومنتاشر أنا كنت مع الكابتر الربيع في روسيا وجينا حضرنا يومين بالزبط أنا حضرت يوم ساعة في رمضان الكابتر الربيع كمان جي آخر يوم رمضان أنا كده برد جيت آخر يوم رمضان تخلص الساعة احداشر بالليل تفتر وتتصحل ساعة واحدة بالليل يعني بعدها فساعتين كابتر الربيع شافني في القتيل قال لي القبلة هنا ازاي أول سؤال طبعا هي يا عبد الرحمن بص من وجهة نظر أنا يا قيمة الانسان الحقيقية بمدى تقربه الله سبحانه وتعالى كل حاجة موجودة إنما العمر نفسه هينتهف في يوم والعيام فهتروح تقابل رب الكريم عشان ايه ويلعب وكل هاي دي النحل ويسر جدا وزاك فلو مية مية فيش هيا حاجة بس فيه واجبات علينا نازم وحد يقدر يتكلم في الصلاة يا سلام لا طبعا حد يتكلم في السلام عبد الرحمن حد في الحاجات السوابت